طيب من واقف في الدوري ده من محمد بدوي بيقول من واقف الدوري بعد الجولة الخمسة والقالي لعب الزمالك والجونة وكل الفرق اللي عكست مطشطة هتلعب المطش اللي عليها الدور من اول الجولة الستة كله يمشي مع بعض طيب ما هو لو احنا محمد جينا دلوقتي وقلنا الجولة السادة كله ويمشي مع بعض فانت دلوقتي هيبقى الزمالك مطالب ان هو يلعب امبي ويلعب الاهلي والاهلي هيبقى مطالب يلعب الزمالك ويلعب الجونة بقية الفرق هل هتفضل مريحها جولتين يعني حل مش منطقي تمام الاقتراحات ايه دلوقتي ان مباراة الاهلي والجونة هي اللي هتتأجل وكده ولا كده مباراة الجولة الخامسة للاهلي كانت مؤجلة مع المصري فانت كده ولا كده اللي هيتأجل بس للاهلي هو مطش الجونة لسه لحد دلوقتي ما اطلعش قرار رسمي بدأ احنا تقول اللي احنا منقوله ده ده اللي نقلوا مجلس ادارة الاهلي لوزير الشباب ورياضة اللي هيعقد بكرا ان شاء الله جلسة مع اتحاد الكورة قبل اعلان القرارات الرسمية الاهلي طالب طلب منطقي جدا عايز يشارك في تحديد موعد القمر الجديد لكن الاهلي مفرطش يوم محدد للقمة يعني الاهلي مفرطش يوم 28 اكتوبر ولا فرض ان القمة تتلعب قبل كاسمون الافريقية الاهلي طالب بالمشاركة في تحديد اليوم وده زي يعني اعتقد يعني ده اقرب مثال ليه واللي كلنا فاكرينه مشاركة ريال مدريد وبرشلونة في تحديد المعادل الجديد للكراسكو اللي تم تأجيله اشتركوا في القناة